الوظيفة الإدارية في منهج الإسلام وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسجدين والمنهج الإسلامي في الإدارة يؤكد على أهمية النية الصادقة المخلصة في التخطيط لتحقيق الهدف لقول رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقد أكد سبحانه وتعالى على أهمية التخطيط من أجل حاجات الأمم منذ العصور القديم ولعل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع فرعون ما يؤكد حقيقة التخطيط وأهميته في حياة الناس على مدى سنوات طويلة امتدت إلى خمسة عشر عاما وهو ما يسمى بالتخطيط طويل المدى يقول تعالى وَقَالَ الْمَلْكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِيَا كُلَهُنَّ سَبْعَ نَجَابُ وَسَبْعَ سُنْبُولَاتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَوِفْتُونَ فِي رُؤِيَا إِنْ كُنْتُمْ لِلرُؤِيَا تَعْبُرُونَ سورة يوسف والقرآن الكريم حثنا على اهتيام بدلك الوظيفة الهامة بقوله تعالى في سورة الأنفال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَصْتَطَعْتُمْ مَنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ فمن هذه الآية يفهم الدعوة الجادة إلى التخطيط والذي يجب أن يكون عليه الإدارية المسلم والمنظمات الإسلامية وعند تتبع أقوال الرسول وأفعاله نجد دلالات واضحة على أهمية ممارسة التخطيط للفرد المسلم ومن ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك العربي الذي تركت أناقته دون عقال وتوكل على الله ثم هربت اعقلها قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل الوظيفة الثانية في منحق الإسلام منحق الإسلام في التنظيم التنظيم من الوظائف الإدارية الأساسية التي من خلالها يتم تقسيم العمل إلى أقسام أقوزيات وتوزيعها للعاملين في المنظمة بحيث ينتظم العمل وتوزع المسئليات بين أفراد المنظمة كما يالي ستتم الإشارة إلى أنثلة في التنظيم في الإسلام آيات الكون الإسلام هو دين التنظيم بمعناه العام قال تعالى وآية لهم الليل نسوخ منه النهار لإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرقون للقديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين فالمتأمن لهذه العيات الكريمة يرى التنظيم الدقيق الرائع وترتيب الأشياء في نظام دقيق من أقل تحقيق استمرارية الكون الحياة في الكون مراحل خلق الإنسان جسم الإنسان كما خلق الله فسواه أحسن خلقه وسويته مثالا مواقع على التنظيم الدقيق قال تعالى في سورة المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلسلة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمى ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أسماء الله الحسن ومن أسماء الله وصفاته الحسن الكثير من ما يدل على معاني التنظيم مثل الحكيم والمحصي والرشيد وغيرها فالتنظيم في حياة الإدارة المسلم شيء ضروري في جميع أعماله سواء في عمله أو منزله والله سبحانه وتعالى متصد بأنه المحصي أي العالم بجميع الموجات وحركاتهم وسكناتهم وجميع شؤونهم وأعمالهم قال تعالى في سورة القن وأحصى كل شيء عددا هناك قواعد عامة للتنظيم في الإسلام الإسلام وضع القواعد العامة للتنظيم الاجتماعي قال تعالى في سورة الزخرة أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هذه الآيات وضح أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الاختلاف والتباين بيننا سببا لتقسيم العمل بينهم وتحقيق المبدأ التخصص لكل منهم حسب طاقته وقدراته وخبرته كما أن الإسلام جعل الناس درجات ليسخر الأعلى للأدنى في قضاء العمال التي تعود على المجتمع كله بالخير العميل التكامل في تنظيم المجتمع الإسلامي وبعد أن وضع القرآن الكريم القواعد العام للتنظيم الاجتماعي جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فوضع هذه القاعدة في مواقف عديدة يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل القسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث تنظر إلى المجتمع المسلم على أنه مجتمع متكامل ومن ثم فإن المنظمات القائمة فيه هي منظمات اجتماعية ومنها المؤسسات التعليمية وهي مؤسسات مفتوحة على بعضها تتعاون فيها جميع الطاقات من التحقيق الأحداث المرسومة التنظيم في صدر الإسلام ولو نظرنا إلى واقع الأمة الإسلامية في عدى رسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده القلفاء الراشدين والتابعين وجد المفهوم التنظيم بكل أنواعه قد عرفه وطبقه فكريا وعمليا وما وجد ذلك الاستقرار والانتشار وتوسع الدولة الإسلامية إلا لفقود التنظيم السليم من خلال التقسيم الجيد للعمل وتكافأ السلطة والمسؤولية والمرونة مع الأحداث والأخذ بمبدأ التفويض لقد وضع الرسول عليه الصلاة والسلام أسس التنظيم الاجتماعي في الدولة الإسلامية الأولى فقسم العمل إلى إدارات واختار من المسلمين أكفأهم لتولي مسؤولية هذه الإدارات ومن أمثل ذلك عبد الله بن نوفل أول من تولى القضاء في المدينة ومصعب بن أمير أول قارئ في المدينة وزيد بن تابة قائم بأعمال الترجمة ولم ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام لإعلام الدين فاتخذ من حسان بن تابة وكعب بن مالك شعراء الدولة الدعوة الإسلامية وكان لكل من يتولى إدارة أعوان يساعدونه ويتمرون بأمره وينفذون تعليماته وكما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الجيش للغزوات وعلى رأسي أمير وخليفة للأمير وخليفة للخليفة كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ مجلس للسورة يتكون من 14 نقيباً يتم اختياراً من بين أهل الرأي والبصيرة وأصحاب العقل والفضل وكان هذا المجلس يشمل التخصصات ليكون مرجعاً للمسلمين عملاً بقوله تعالى كما قال في سورة الأنبياء فاسألوا أهل الذكرى إن كنتم لا تعلمون وفي عصر القلفاء الرشين التسعن طاقة دولة الإسلام فالتسعن طاقة تنظيم وكذلك فعالة خليفة الرسول سيدنا أبو بكر وكذلك فعالة عمر بن الخطاب إذا احتمال نفسي أعمال الخزان ووزال أعمال على أصحاب الكفاءة كلهم بحث خبرتهم في إشارة كثيرة إلى التنظيف الدولة الإسلامية وفي صدر الإسلام لتسعوا المقام لذكره وأنتم مطالبون في حدود ما موجد في الكتاب المقرر الوظيفة الثالثة منهج التوقيه في منهج الإسلام في التوجيه في هذا الوظيفة سنتحدث عن شروط التوقيه بالإدارة الإسلام لكن قبل الحديث عن شروط الإسلام تبقى العمليات الإدارية الساكنة إذا لم يتم توجيه الأفراد لإنجاز ما هو مطلوب إنجازه فوظيفة التوقيه هي المحركة الأساسية الذي يبعث الحياة في المؤسسة من خلال تحرك عمل الوظائف الإدارية الأخرى والتوقيه وظيفة من وظائف الإدارية تشمل التوجيهات والإرشادات والنصائح والتعليمات الشفوية المكتوبة الصادرة من الرئيس إلى مرؤوسه قال تعالى في سورة النهر وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم شروط التوقيه في الإدارة الإسلامية سنتعرف على شروط التوقيه في الإدارة الإسلامية عندما أعطى الإسلام الإداري الحق في إصدار الأوامر وفرض له طاعة الأتباع فقد أوجب عليه شروط يجب عليها أن يتخذها من بعين الاعتبار وهي واحد يجب أن يكون التوقيه في نطاقة المفاهيم الإسلامية وأن لا تكون في معصية لله ورسوله اثنين يجب أن لا يكون في التوجيه مشقة متقاوزة للحدود العادية بمعنى أن لا يكون أكبر من طاقة المرؤوس قال تعالى في سورة الحق وما جعل عليكم في الدين من حرج ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فلا تحملوهم فوق طاقتهم فإن حملتمهم فأعينوهم ثالثا الشرط الثلاثة قبل أن يكون التوجيه مفهوما من المرؤوس وأن لا يكون فيه ضرر له أو للغير فالأمر بإثلاف جهد إنسان أو ما له أمر خارج عن المنهج الإسلامي ولا تجيب طاعته قال تعالى في سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الشرط الرابع إن مصدر التوجيه أيب أن لا يتورى عن إصلاح أي خطى قد يقع منه ولا تأخذه العزة بالإثف فيصر على رأيه إذ أن كثيرا من الأوامر والقرارات يتبين عند التطمير خطابها ومن ثم فالواجب يحتموا يعادة النظر فيها وتلافع عيوبها لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل التشجيع والتحفيز تشمل وظيفة التوقيه على ممارس التحفيز وتشجيع الموظفين والعماليين على العمل عن طريق الحوافز العينية والمعنوية ومن المهم بمكان أن يضع القائد المسلم تلك العميلة إذا نصب عينيه إدراكا لأهميته وحين يقترون ذلك الاجتماع بالإيمان بصفات الله وأسمه يكون أثره أكبر وأعام قال تعالى في سورة الرعد الله يبسط الرزق لمن يشاء واتصب كذلك بأنه الرزاق المتولي خلق الأرزاق والمتفضل بإصالها إلى العباد والمسبب لها الأسباب قال تعالى في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الوظيفة الرابعة منهج الإسلام في اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات وظيفة مهمة من وظائف الإدارة وتعتبر جهر العملية الإدارية والشواهد والعدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي توجه سلوك وممارسات المسلم وكيفية اتخاذ القرار ومعياره الأساسي في سياق التعبد لله سبحانه وتعالى وإعمار الأرض قال تعالى في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار ووصف المختار يعني الذي إليه الاختيار في أفعاله وهو الأعلم بما فيها من الحكمة فيرجع ما يشاء على ما يشاء لعلمه بما فيها من الخير والمصلحة الراجحة إن المعيار الأساسي الاختيار في اتخاذ القرار في المنهج الإسلامي هو المصلحة الإسلامية فالبديل الذي يحقق أفضل مصلحة للمسلمين هو الذي يجب الأخذ به والمصلحة الإسلامية تتطلب ألا تضمن البديل خروجا على منهج الله أو على شريعته سبحانه وتعالى عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم أني استخيرك بعلمك وأستقرئك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرر لي في دينه ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجلة أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به الوظيفة الخامسة منهج الإسلام في الرقابة الرقابة عملي إداري ضرورية ومهمة ينبغي على المنظمات أن تليها أهمية كبيرة ولا سيمة إذا ارتبط ذلك الاهتمام بالإيمان بأسماء الله وصفاته الدالة على ذلك يقول تعالى في سورة الحزاب إن الله سميع بصير وقوله تعالى في سورة غافر إنه هو السميع العليم وقوله في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبة وقوله تعالى في سورة الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبة فالسميع والبصير والرقيب كلها صفات دالة على أن الله أحاط بكل شيء علم فهو سبحانه المتصف بالسمع والبصري لجميع الموقات بدون حاسة أو آلة فعلى متعالى جميع المبصرات والمسموعات تمام العلم والرقابة بالمعنى العام هي متابعة ما يحدث للتأكد من أنه يتم وفقا للخطط الموضوع أنواع الرقابة سنتحدث عن الرقابة الإلهية وهي المصدر الرئيسي للرقابة وتنبع من إحساس المسلب بأن تصرفها ونخفية على قزة رسمية أو على المجتمع فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى بل ستكون مصدر ثواب أو عقاب يوم القيامة قال تعالى يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافة ويقول في سورة آل عمران إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ويقول في سورة غافة يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله والمسلمون جميعا يقنون بهذه الحقيقة ويعلنوها دائما ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن الرقابة الثانية هي الرقابة الذاتية يتميز المنهج الإسلامي باهتمامه بالأشكال المختلفة للرقابة إنه يعطي اهتمام للرقابة الذاتية النابعة من الضمير ويعدها أنجح الأساليب الرقابية والضمير هو صوت الله الحيا الكامل في الإنسان ويعرف البعض بأنه كل نزعة خيرية كاملة في الإنسان بالفطرة يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأقسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والرقابة الذاتية تجعل الفرد هو الذي يقوم بقوّم نفسه ويصحح أخطاء ويحاول قدر الجهد إتقان العمل المنوط به يقول الرسول الكريم على الصلاة والسلام بحاول أن تنمية هذه الرقابة في النفس الإنسانية حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الرقابة العامة النوع الثالث من الرقابة هي الرقابة العامة عرف الإسلام الرقابة العامة بأن الرقابة التي تحاول تفادي الأخطاء قبل وقوعها الرقابة الإيجابية والرقابة السلبية التي تحسب على الأخطاء بعد وقوعها بعد وقوعها الرقابة السلبية والرقابة العامة في الإسلام تنبع من المفهوم أن النفس أمارها بالسوء ومن ثم فهي بحاجة إلى من يراقب أعمالها ويردعها وإن لم ترتدع بالضمير الداخلي إلا أن الإسلام كان سباقا في الأخذ بمفهوم الرقابة الإيجابية والأثر الإيجابي المشهور الذي يقول للوقاية خير من العلاج الإسلام بمفهومه للرقابة السلبية يفرق بين معين من أخطاب هناك الأخطاء المتعمدة التي قصد بها الإساءة إلى التنظيم وهذه يجب أن تأخذ بالشدة الرادعة والعقابة الشديدة والأخطاء العادية الناجمة عن كثرة العمل أو بسبب عدم الفهم للتعليمات أو بسبب الطبيعة الإنسانية كالسهوة النسان وغيرها وهذه تعالج بالتوقيه والتنبيه والتوعية